مسعود أزيل أزيل واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية طبعا هو صاحب أصول تركيا وكان يحمل الجنسية الألمانية ولعب مع المنتخب الألماني في بطولة كاس العالم وحصل معهم على بطولة كاس العالم في عام 2014 اليوم هبر يدي أو الخبر السابع صحيفة تركية شهيرة تشير إلى أن مسعود أزيل سينزل في هذه الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب العدالة والتنمية ما دفع حتى المعلقين على السوشيال ميديا ليتساءلوا هل أزيل تنازل عن الجنسية الألمانية وحصل على التركيا أم أن وفقا للقانون الأخير للدولة الألمانية لأنه كان هناك مشروع قانون أو كان هناك قرأنا فيها الأخبار بأن ألمانيا ستسمح لبعض من الأشخاص أو للأشخاص الذين يودون أن تكون جنسيتهم مزدوجة يعني الجنسية الألمانية وجنسية أخرى فيها التعدلات الأخيرة للقانون الألماني لكن من الواضح وفقا لهذه الأخبار بأنه إذن أزيل أصبح مزدوجة جنسية التركية والألمانية لكن لو لم يتم تفعيل القانون الأخير في ألمانيا فإذن أزيل تنازل عن الجنسية الألمانية لكن هذا الأمر ما صار تكهنات لكن الأكيد هنا هو حديث صحافة تركية عن أن أزيل سينزل الانتخابات البرلمانية التركية على قوائم حزب العدالة والتنمية الحاكم حزب رجب طيب أردوغان أي أننا بموجب هذا الأمر بنسبة كبيرة سنجد أزيل داخل البرلماني التركي مصار جديد لمسعود أزيل أزيل من ملاعب الرياضة لملاعب السياسة أزيل الآن داعم وبقوة لأردوغان وأردوغان يود من أزيل أن يعاونه في إطار السلطات التركية نتحدث عن السلطة التشريعية أزيل طبعا له شعبية كبيرة سواء داخل تركيا أو خارج تركيا أزيل واحد من أهم النجوم الذين يصدحون بالحق رأينا أزيل وهو يدافع عن مسلمي الإيجور عن أهل تركستان الشرقية ترجمة نانسي قنقر